عندي ست بنات ثلاثة أولاد بكور كل إشي بالنسبة للتعليم درجة أولى يعني وصعوبات كثيرة كانت بالنسبة للشوارع طرق كلياتها ما فيش طريق مزفتي ولا إشي إلهم كل يوم دوم ينزلوا على المدارس ماشيا ما فيش إشي يركبوا فيه والشتاء أنت عارفة بيكون وحلة ومية وأشياء على الطريق بتخوى فعل طول الوقت من ما بنزل على المدرسة يرجع عندي أم أحمد ساعيد من قرية الجفت لك الحياة مش مستكرة لأنه الواحد بيكون خايف طبعاً اللي حواليه لما كانوا يتدربوا لولاد كانوا صغار يعني باكلهم منه هاذ بيتدربوا الجيش بعيد عنه فما تخافوش بيخافوش بينامو بس عشان يعني كبروا الأمر طبيعي صار بالنسبة لهم لأنه كل يوم كل يوم عادي يعني صار هي طبعاً قرية جميلة وهادئة يعني فيها هدوء زيادة عن اللزوم مرتاحين فيها يعني نفسياً الحمد لله لولا إنه بعض المشاكل يعني اللي حكيت لك عنها هي اللي بتأثر فينا ولا هي مليحة كسير أمل أنهم يضبطوا للدار تكون مثل دور الناس يسمحون يعني نعملها دار مرتبة ومليحة بس